السلام عليكم متتابعين قناة دروس وتمارين. اه اذا يوم ان شاء الله غادي نجاوب على الاسئلة ديال انشطة تقويم تشخيصي والدعم للوقع الاستدراكي ديال السنة السادسة ابتدائي. اتبعوا معي الفيديو التال الاخير. اذا اول سؤال. اكتب كل عددين بالحروف. عندنا هنا مجموعة من الاعداد طلبوا منه اننا نكتبوهم بالحروف. اذا العدد الاول هدا. كنقول لي مليون ومئة. العدد الثاني اربعة وثلاثون الف وثمانية واربعون. اربعة وثلاثون الف وثمانية واربعون. العدد الثالث. او الجواب دياله اربعمائة ومليونان وستمائة وخمسة الاف ومئة. العدد الثالث ثمان مئة وستة وعشرون. كنك تكتب ثمان مئة وستة وعشرون. العدد الاخير سبعمائة الف وخمسة وعشرون. سبعمائة الف وخمسة وعشرون. السؤال الثاني عندنا انقل الجدول واكمله. عندنا هنا العدد هذا. هذا العدد غني نكتبو. طلبوا منه رقم عشراتي. عدد عشراتي. رقم مئاتي. عدد مئاتي. رقم آلافي. عدد آلافي. اذا شنو هو الرقم عشراتي في هذا العدد الاول. رقم دي العشرة دياله هو تسعة. اذا سنكتبو تسعة. قالوا لنا شنو هو عدد عشراتي. دائما سواء عدد عشراتي او عدد مئاتي او عدد آلافي. دائما كنشوفو عدد هنا يدا بقى نشوفو عدد عشرة دياله. ومن عدد العشرة دياله اليسار كامل هذا العدد كتم عدده عشراتي. اذا غادي نكتبو. رقم مئاتي عندنا هنا يا. شنو هو رقم المئات هنا. تسعة. اذا غادي نكتبو تسعة. قالوا لنا عدد هو مئاتي. اذا نشوفو فين هو اولا رقم مئاتي. ها هو هو تسعة. من تسعة الى اليسار تسعة واربعون. اذا غادي نكتبو هنا تسعة واربعون. عندنا هنا رقم آلافي. نشوفو رقم ديال الالف ديال هاد العدد هو اربعة. اذا غادي نكتبو اربعة. طلبو من عدده آلافي. هنشوفو هنا رقم ديال الالف هو اربعة. كانش عدد مورا على اليسار. لما كانش اذا اربعة هو رقمه هو عدد آآ آلافي. نكتبوه اربعة. هنا. نمشي وده بالعدد الثاني عندنا نشوفو رقم عشراتي هو ستة. اذا غادي نكتبو هنا ستة. وهن بنفس الطريقة جميع الاعداد. اذا عدد عشراتي اذا عدد عشراتي هو خمسة عشر الف وستة وسبعون. رقم مئاتي سبع. عدد مئاتي. هو الف وخمسمائة وسبعة. رقم آلافي هو صفر. اذا عدد آلافي هو مئة وخمسون. العدد الثالث. رقم عشراتي هو هو صفر. اذا عدد عشراتي من صفر الى اليسار. رقم مئاتي هو واحد. عدد مئاتي من واحد الى اليسار. رقم آلافي هو سبع. اذا عدد مئاتي سبع. يعني عدد آلافي من سبع الى اليسار. مهم غد ينكملوا بنفس الطريقة جميع العدد اللي بقى لنا. ومن ينمون. ومن ينمون. بس وقت الرسال. ومن ينمون. إذا سنتقل السؤال الثالث الذي أكمل لدينا نجموعة من العمليات نجموعة الفراغات ثمانية في ألف كم يساوي ثمانية آلاف زائد ثلاثة في عشرة يساوي ثلاثون إذا ثمانية آلاف زائد ثلاثون تساوي ثمانية آلاف وثلاثون نكتبوها هنا ثمانية آلاف وثلاثون عندنا هذه الثانية ستة في ألف كم تساوي ستة آلاف زائد ثلاثة في مئة ثلاثة ومئة زائد ثمانية في عشرة ثمانون زائد سبعة يعني ستة آلاف وثلاثة ومئة وثمانون نكتبوها هنا ستة آلاف وثلاثة ومئة وثمانون عندنا هنا يا هادو هادو نختلفين على هادو هادو العكس عندنا هادو العدد خمسة وتسعون ألف واربعمئة وثلاثة وستون هادو المراهة من عدد أم واحد جوش ثلاثة ربعى يعني تكون عندنا هنية عشرة آلاف مراهة ربعى ديال الأصفل نفس عدد الأرقام لمراء تسعة ومشوا عدد ثاني خمسة في مر لنها خمسة ممش حد مراهة من عدد ثلاثة يعني هادو كتبوها هنا ألف لدينا عدد هنا اه 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 اربعة اربعة شحل مراها من عدد جوج يعني نضير هنا مئة مراها جوج ديال الاصفر هنا ستة ستة نية شحل المراها من عدد واحد يعني نضيره عشر وثلاثة تبقى ثلاثة حيث ما مراها احتشي عدد اخر من بات عندنا هنا يا العدد الاخر اه اربعة الاف وسبعمائة وثمانية وستون عندنا شنو واللي العدد اللي مراه ثلاثة ديال الارقام واحد جوج لتا اذا ربعة عندنا هنا العدد الثاني شكون العدد اللي مراه جوج ارقام هدا حد جوج اذا سبعة عندنا هنا عود في عشرة شنو والعدد اللي مراه غير واحد للعدد ثمانية اه اذا هو واحد اذا هو ستة نكتبو هنا ستة شنو اللي بقى ثمانية نكتبوها اذا ده بغان تقلو السؤال الرابع شو كتبو منا هنا يا يليك ارتبو الاعدال العشرية التالية من الاصغر الى الاكبر باستعمال اذا سنتجدون رمز المناسب اذا نلاحظو رمز المناسب هذ لحظو كما قد لاحظو هنايا هذا الاعدد هنايا قالوا لنا نرطبوها من الاصغر الى الاكبر اذا انا كتبتو هنايا كتبتو مهمة العدد اللي العدد ثاني الثلاثة الرابعة الخامس عندنا خمسة ديال الاعداد غادي نشوفو مهم نبدو من هاد الشيها الوحدات نشوفو شكون اللي صغيرة في يوم كنلاحظو باللي عندنا الجميع الاعداد فيها سبعة الا هاد العدد ستة ستة اصغر من تبعه اذا هادا هو اصغر عدد هادا هو اللوض هادا بعود كما كتلاحظو عندنا جميع الاعداد متشابهة في الوحدات اذا غادي انتقلوا العدد الثاني اثنان سبعة صفر صفر كما كتلاحظو عندنا الصفر هو اصغر عدد ولكن كاين صفر صفر متشابهين هنا اذا غادي في هاد العددين غادي انتقلوا العدد الثالي عندنا ثمانية وصفر صفر هو الاصغر اذا هذا هو العدد الثاني من بعد ستة فاصلة ستمية او ثمانية واربعة هذا هو العدد الثاني اذا العدد بقولين ثلاثة عندنا العدد الثاني اثنان سبعة صفر العدد الصغير فيهم هو صفر اذا هذا هو العدد الثالي ابقوا لنا جوج عندنا هنا جوج سبعة جوج هي الاصغر اذا هذا هو العدد الرابع وبقتلنا سبعة فاصلة سبعة اذا هذا هو العدد الخامس والاخير اذا هكر تبطون بنفس الطريقة هذا اللول كتبتو هنا اللول تاني كتبتو هنا تالتنا رابعنا خمسنا والرمز ديال الصغر ضروري عندنا نفس السؤال الخامس احسب الفرق بينه ثلاثة الاف وتسعمائة ستة واربعون و الفان و ثمانمائة و سبعة و خمسون اذا هنضروا عمليات نقص عموديا مهم انا عندي هنا في الدختار عندي هنا في الدختار مهم احسب الفرق كتبت العددين الكبير الفق ثلاثة الاف وتسعمائة و ستة واربعون ناقص الفان و ثمانمائة و سبعة و خمسون ستة ناقص سبعة عندنا لا تمكن حيث ستة اصار من سبعة اذا هنزد واحدنا واحد تحتنا فق خمسة ستة عشر ناقص سبعة كم يساوي يساوي تسعة اربعة ناقص ستة خمسة مع واحد كتولي ستة اربعة ناقص ستة لا تمكن حيث اربعة اصار من ستة اذا احتنا هنزد واحد و نزد واحد فوق ثمانية هتولي ربعتاش ناقص ستة كم يساوي ثمانية تسعة ناقص تسعة ثمانية مع واحد كتولي تسعة يعني تسعة ناقص تسعة صفر ثلاثة ناقص اثنان واحد اذا هذا هو الجواب يلي احسو بمجموع خمسمائة واربعة وسبعون فاصلة اثنان وخمسون و ثمانية الاف واربعة ووحد وثلاثون وستمائة وسبعة وثلاثون فاصلة خمسة اذا هنزدروا زائد نجمعوهم كامدين عندنا المهم تكتبوهم ترتيب اللي بغينا حيث اجادة زائد ماشي بحال ناقص تكتب الكبير عاد صغير مويم هنا وخاص العدد يتكتب الفاصلة تحت الفاصلة ضروري مويم والعدد اللي ما عندوش الفاصلة نديرونه الأصفر باش باش من تخربكوش في العملية دينا عندنا صفر زائد صفر زائد جوج كتول مش حال جوج صفر زائد خمسة زائد خمسة صفر خمسة زائد خمسة عشرة كتبوه صفر نحتفظه بواحد اذا بغي نديروا الفاصلة واحد زائد واحد زائد سبعة ثمانية ثمانية زائد اربعة يتولي اثنى عشر زائد واحد الاختفاء ثلاثة عشر ونحتفظه بواحد ثلاثة زائد ثلاثة ستة ستة زائد سبعة يساوي ثلاثة عشر زائد واحد الاحتفاء يساوي اربعة عشر نحتفظه بواحد نكتب اربعة نحتفظه بواحد اربعة زائد ستة يساوي عشرة زائد خمسة يساوي خمسة عشر زائد واحد الاحتفاظ يساوي ستة عشر نكتب ستة ونحتفظ بواحد ثمانية زائد واحد الاحتفاظ يساوي تسعة إذن الجواب ديال أحسب المجموع هو تسعة آلاف وستمائة وثلاثة واربعون فاصلة صفر اثنان إذن نتقلوا للسؤال الآخر أحسب دبال جوداء أحسب جوداء أربعمائة واحد وثلاثون فاصلة ستة وخمسة فاصلة سبعة أنا كتبت هنا العددين بجوج إذن سبعة في ستة يساوي اثنان واربع سبعة في ستة يساوي اثنان واربعون نكتب اثنان ونحتفظ بأربعة جانبا سبعة في واحد يساوي سبعة زائد أربعة الاحتفاظ أقول لي إحدى عشر نكتب واحد ونحتفظ بواحد سبعة في ثلاثة يساوي واحد وعشرون واحد وعشرون زائد واحد الاحتفاظ يساوي اثنان وعشرون نكتب اثنان ونحتفظ باثنان سبعة في أربعة كم يساوي ثمانية وعشرون إذن نكتب ثمانية وعشرون إذن زائد جوج ديال الاحتفاظ كم تساوي ثلاثون إذن دا بغن نتقل الرقم الثاني أول حاجة قبل ما نبدأ ندر نقطة وحدة تحت الوحدة ندر خمسة في ستة كم تساوي خمسة في ستة يساوي ثلاثون إذن نكتب صفر ونحتفظ بثلاثة خمسة في واحد كم تساوي خمسة خمسة زائد ثلاثة الاحتفاظ يساوي ثمانية خمسة في ثلاثة كم تساوي خمسة عشر إذن نكتب خمسة ونحتفظ بواحد خمسة في أربعة كم تساوي تساوي عشرون 20 زائد الاختفاض 1 تساوي 21 ودابا قندروا عملية المجموع زائد 2 زائد 0 يساوي 2 1 زائد 0 يساوي 1 2 زائد 8 10 نكتب صفل ونحتفظه بواحد 0 زائد 5 يساوي 5 5 زائد 1 الاحتفاض 6 3 زائد 1 أربعة 0 زائد 2 يساوي 2 اذا دابا خاصنا ندروا الفاصيلة ولكن مشين اي بلاس نقدروا ندروا فيها الفاصيلة خاصنا نشوفو هنا الفوق مش حل من عدد كين مر الفاصيلة عندنا هنا جوج الاعداد كين 6 وكين 7 اذا كين جوج الاعداد اذا نحسبوا واحد جوج وندروا فاصيلة يعني خاصنا ندروا جوج الاعداد مر الفاصيلة ندروا فاصيلة هنا دابا نتقلوا السؤال السادس اكتب العدد الكسري الذي يمثلوا الجزء الملون من كل شكل عندنا هذا الشكل اللول خاصنا ندروا العدد الكسري اللي كين بثلات الشكل عندنا مش حل من مربع واحد اثنى ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر احد عشر اثنى اشار 13 14 15 16 يعني 16 مربع ومش حال من مربع ملون واحد اثنى ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش 12 13 عندنا تلتاش ديال المربعات ملونة 16 مربعة والمجموع ديال مربعات الملونة والمربعات غير الملونة اذا كيف هنديرو نديرو العدد الكسري هنديرو اول حاجة القصر ومن بعد هنحسبو المربعات الملونة نكتبو شحال القينا 13 اذا تلتاش هنكتبوها الفوق والعادد ديال مربعات المجموع ديال المربعات كاملين 16 16 هنكتبوها التحت اذا انتقلو الشكل الثاني بنفس الطريقة هنحسبو مشحال من واحد ملون عندنا واحد جوش ثلاثة اربعة ونكتبو ربعة مشحال من شكل كين اه المجموع ديالهم اللي ملونين واللي مملونين ش واحد جوش ثلاثة اربعة اخمسة ستة اذا هنكتبو ستة لتحت نديرو العدد ثاني كسر نشوفو شحال اللي ملونين واحد جوش ثلاثة كتبو ثلاثة الفوق والمجموع ديالهم كاملين واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة كتبو سبعة هنضيرو عدد ثاني الكسر نحسبو مشحال اللي ملونين واحد جوش ثلاثة كتبو ثلاثة ونشوفو المجموع ديالهم كاملين جوش ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اذا ثمانية ستبع انتقلوا السؤال السابع اجد عددا محصورا بين العددين سبعة وثمانية عندنا مجموعة من الادل اللي محصورين بين العدد سبعة وثمانية ما تقولوا اللا راه сبع كتبعة ثمانية ناعم كتبعة ثمانية ولكن كينين العدد اللي عندهم الفاصلة اللي كينين بين العدد ثمانية وسبعة سبعة فاصلة واحد سبعة فاصلة اثنين سبعة فاصلة ثلاثة ما لنهاية من الاعداد لي عندهم الفاصلة انا كتبت هنا يا مجموع من الاعداد عندي هنا 7 و 8 حصورة بيناتهم 7 فاصلة 1 7. فاصلة 2 7 فاصلة 3 7 فاصلة 4 فاصلة 5.6 مهم ما لنهاية من الاعداد مجموع من الاعداد السؤال الثاني قالك اجد عددا محصورا بين العددين 4.9 و 4.86 عندنا هنا 4.86 و 4.9 صورة بيناتها 4.86 كتبعة فاصلة 87 و 4.88 و 4.89 و من بعد كتجي 4.90 مهم الصفر اللي مر فاصلة دائما ما كيتبش مهم هدي بحال 4.90 واذا هدو هما الاعدال اللي محصورين بين 4.86 و 4.9 عندنا بغن تقلو السؤال ثامن العدد الصحيح الذي يلي العدد مئة و اربعة و ثلاثون فاصلة خمسة وسبعون هو اللي يجي من بعد مئة و اربعة و ثلاثون فاصلة خمسة وسبعون هو مئة شنو هو بعد العدد الصحيح هو العدد الصحيح هو يعني العدد اللي ما عنده لا فاصلة لا شي حاجة اخرى مهم هو عدد واحد جوج ولا مئة تلاتين اربعين مهم ما تكونش عنده فاصلة اذا العدد اللي كيتبع مئة و ثلاثون فاصلة خمسة و ثلاثين هو مئة و خمسة و ثلاثين ده بالعدد الصحيح الذي يسبقوا مباشرة العدد سو و خمسين فاصلة تسعة و ثمانين شنو هو ما ما غن غت قولي يا تمانية و خمسين لا مش تمانية و خمسين حيتش تمانية و خمسين حيتش كاين واحد العدد قبل شنو هو هو تسعة و خمسين حيتش تسعة و خمسين صغيرة من تسعة و خمسين فاصلة تسعة و ثمانين اذا العدد الصحيح هو تسعة و خمسين ده با غنتقلوا للسؤال تاسع اكتب العدد الصحيح الذي يساوي كل عددين كسري غنكتبو اه يعني كل عدد كسري شحال كيساوي عندنا هنا عشرة على خمسة تساوي شحال اثنان عندنا هنا اربعون على ثمانية كم تساوي تساوي خمسة عندنا تسعة و اربعون على سبعة تساوي سبعة واحد و عشرون قسمة على ثلاثة تساوي تاية سبعة اثنان و سبعة مقسمة على اثنى عشر يساوي ستة اربعة مقسمة على اربعة يساوي واحد اي عدد على نفسه دائما كساوي واحد اربعة مقسمة على اثنان يساوي اثنان اثنان و اربعون مقسمة على سبعة يساوي ستة اذا بنتقل السؤال العاشر اضعه و انجز عندنا ناجز ديال العمليات عندنا الفرق و عندنا الجامع اذا سنكتبو عمشي ورقة ديال الوساغ و نحسبوه مع عموديا و من بعد نكتبو الجواب هنا اذا سنسبقوه بالفرق الفاصلة تحت الفاصلة دائما معمركم تكتبو يعني شي عدد ستقولون لا هذا هو الوحدة وهذا العشرة لا الفاصلة مشي بحال العدد الصحيح عندنا هنا صفر ناقص ثمانية لا تمكن اذا سنزيد وحدنا وحدنا عشرة ناقص ثمانية يساوي اثنان خمسة ناقص واحد يعني صف مع واحد تقول لي واحد يساوي اربعة فاصلة اكتبو فاصلة هنا اثنان ناقص سبعة لا تمكن حيث اثنان صغيرة من سبعة يعني هنزيد وحدنا وحدنا اثنى عشر ناقص سبعة يساوي خمسة اربعة ناقص اثنان واحد مع واحد هو اثنان اربعة ناقص اثنان اثنان اذا الفرق عندنا هذه العملية تساوي خمسة وعشرون فاصلة اثناني واربعون خمسة وعشرون فاصلة اثنان واربعون اذا نتقلوا العملية الثانية صفر زائد خمسة زائد صفر يساوي خمسة ثمانية زائد اثنان عشرة عشرة زائد واحد احدى عشر نكتبوا واحد ونحتفظوا بواحد ندروا الفاصلة نحسبوا خمسة زائد سبعة اثنى عشر زائد ثلاثة خمسة عشر زائد الاحتفار واحد ستة عشر اذا الجواب هو ستة عشر فاصلة خمسة عشر اذا نكتبوا هنا ستة عشر فاصلة خمسة عشر ده بس سؤال هذي عشر وكمل عندنا هنا مجموعة من الاعداد مضروبة في عشرة او المئة او الف مهم من الاعداد اللي عندهم الصفر عندنا تسعة فاصلة خمسة في عشرة عندنا تسعة فاصلة خمسة في عشرة شنو ندروا عندنا هنا عندنا مع عشرة واحد صفر اذا هن غن هنكحزو هاد الفاصلة واحد المرة تسعي هنا اذا هاد العدد غايبولي خمسة وتسعون العدد الثاني عندنا ثلاثمائة وستة وثمانون مضروبة في مائة اذا شنو ندروا غتزاد لهاد العدد جوج ديال الاصفر غتولي ثه غايولي هذا العدد ثمانية وثلاثون الف وستمائة العدد الثالث عندنا هنا الف واربعمائة واثنان وخنسون مضروبة في مئة غاتولي غنزيد لي جوج ديال الأصفار غاتولي مئة وخمسة واربعون الف ومئة مئة وخمسة واربعون الف ومئة عدد الرابع عندنا ثلاثة وستون الف ومئة مقسومة على مئة إذن القسمة العكس ديال الضرب دابا كنا كنزيدو هنا بالأصفر دابا لا غننقصو عندنا هنا مئة معاها جوج ديال الأصفر إذن غننقصو جوج ديال الأصفر غاتولي ستمائة واثنان وثلاثون تقلو العدد الخامس عندنا صفر فاصلة خمسة وعشرين نقصو مع العشرة القسمة دابا عندنا هنا ما عندناش الأصفر هنا معاها هذا العدد ولكن نقدروا اننا نديروا الفاصلة يعني الفاصلة هنقربوها لهذا الجيه غاتول اه ونكتبوا صفر هنا اذا غاتولي صفر فاصلة صفر خمسة وعشرين صفر فاصلة صفر خمسة وعشرون عدد الأخر دابا العدد الأخر عندنا سبعة وثمانون الف وخمسمائة مقسومة على مئة اه غن دابا القسمة عدد تاني اذا غن حيدو عشرة معها واحد صفر اذا غن حيدو واحد صفر اذا غتبقى لنا ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون آآ هذا دابا اثنان فاصلة تسعة مقسومة على مئة عندنا معا مئة جوز ديال الأصفر يعني غن كحزو الفاصلة لهاد الشيه جوز المرات انكحزو هاكا انكحزو هاكا معناش يعددنا اذا غن كتبوا الأصفر كامل هنا هن تقولي الصفر فاصلة الصفر تسع وعشرين الصفر فاصلة الصفر تسع وعشرون اثنانية وسبعون مقسومة على عشرة ما عندناش الأصفر هنا باش نحيدوهم واذن غن ديرو الفاصلة الفاصلة بحالي لعندنا هنا اثنان وسبعون فاصلة صفر صحيت صفر دائما ما كان كتبوش اذا غن كحزو هاد الفاصلة واحد المرة غتقولي سبعة فاصلة اثنان هكا دبا السؤال اثنى عشر عندنا هنا كيقول قبل ان يتوجه احمد الى المخيم لقضاء فترة من العطلة رفقة اصدقائه كان يتوفر على ثمانمائة وخمسون درهم وخلال ايام التخييم كانت مصارفه كالاتي مئة وخمسة وعشرون درهم للتخييم ثلاثمائة وستون درهم للتغذية مئة وخمسة درهم لشراء بعض الهدايا زيادة على اربعون درهم مقابلة مشاهدة اربع عروض مصرحية وعند عودته تبين له انه ما زال يتوفر على ثمانين درهم اذا كم كانت مصارفه التنقل اذا السؤال كيقول شحال كانت المصارف ديل التنقل ديل احمد اذا شنو هنديرو العمليات اللي غنديرو هنديرو شو ديال عمليات واحد عمليات ديل الفرق واحدة ديل الجامع بالنسبة لعمليات هند بدهو بالعمليات ديل الجامع اذا شنو هنجمعه 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 المصاريف اللي هنجمعه المصاريف اللي يستعمل احمد طيلة هذا هذا المخيم طيلة هذي لو طلع رفقة اصدقائي هنجمعه هم عندنا ثمانمائة في اللول كان كيتوفر على ثمانمائة وخمسون اذا هذا المبلغ اللي كان عنده في اللول نخليه هذا ونجمعه المصاريف نجمعه المصاريف عندنا مئة وخمس وعشرين درهم للتخيم اذا هذا نجمعه مع التغذية مئة وستين درهم وعندنا مئة وخمسة درهم لشراء بعض الهدايا وعندنا عاود زيادة على اربعين مقابلة اربعة مشاهدة اربعة مشاهدة اربعة عروض مصرحية وعند عاودته يتبين له انه مازالة توفر على ثمانين درهم اذا نجمعه التعادي لبشط له اذا نجمعناه كاملين ندير عمليات الجامع بحال ما كتفو عندي هنا انا جوبت عليه غانجمعه هم كاملين خمسة زائد صفر زائد خمسة زائد صفر زائد صفر عشرة نكتب صفر ونحتفظ بواحد عندنا اثنان زائد ستة ثمانية زائد اربعة يسوي اثنى عشر اثنى عشر زائد ثمانية عشرون زائد واحد الاحتفاظ واحد وعشرون نكتب واحد ونحتفظ باثنان واحد زائد ثلاثة اربعة زائد واحد خمسة زائد اثنى الاحتفاظ سبعة يعني سبعمائة وعشرة درهم ودابا بغينا احنا سؤال دينا بغينا المصارف تنقل وباش نعرفو مصارف تنقل خاصنا نشوفو المبلغ لي كان عندو فلول شنو المبلغ لي كان عندو فلول كان عندو ثمانمئة وخمسون درهم اذا ثمانمئة وخمسون درهم غا نقصمنا العدد اللي لقينا في المجموع اذا ثمانمئة وخمسون ناقص سبعة ناقص سبعمائة وعشرة بش حالك تساوي صفر ناقص صفر صفر خمسة ناقص واحد اربعة ثمانية ناقص واحد. إذن المصارف ديال التنقل هي مئة واربعون درهم. نكتبه هنا يا. مصاريف التنقل هي مئة واربعون درهم. وهكا عنكم وصلنا الاخر للفيديو. إذن نتمنى انكم فهمتم زيان وجوبتوا على الاسئلة بتناش و الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا